لم أشاهدها في القصور التي رزقني الله نعمة دخولها القاعة بهرتني أكثر من بريمر وعلى كل جدار ثلاثة أعمدة رخامية مهيبة في العام 2003 كنت أحد الأعضاء القادمين من أمريكا وأوروبا للعمل في مجلس إعادة الإعمار IRDC لم نكن عملاء لأحد ولم نأتي على دبابات الغزو الأمريكي للعراق بل كنا أعضاء فريق من 160 خبيرا عراقيا متغربا ووعدهم الأمريكيون بتكليفهم بإعادة بناء الدولة العراقية الجديدة على أسس الحداثة والديمقراطية الحقيقية والعدالة وسلطة القانون ولكنهم لم يفوا بوعودهم ولم يمنحوا المجلس فرصة العمل فتفرق أعضاؤه وكانوا من المنسيين ويذكر زملائي في المجلس أول لقاء جمعنا بالحاكم المدني الأمريكي السفير بول بريمر في أوائل شهر أيار مايو 2003 في القصر الجمهوري وتعديدا في عرين الرئيس الراحل صدام حسين نفسه القاعة بهرتني أكثر من بريمر وأكثر من موضوع الاجتماع فقد كانت واسعة جدا وعالية السقف بصورة غير اعتيادية لم أشاهدها في القصور التي رزقني الله نعمة دخولها سواء منها الجمهورية والملكية كانت محاطة بجدران مرمرية ضخمة ولامعة وعلى كل جدار ثلاثة أعمدة رخامية مهيبة وفي نهاية كل عمود تمثال أو مجموعة تماثيل وكان أغرب شيء لاحظته أن صدام حسين المعروف بعشقه لرؤية تماثيله التي زينت جميع الشوارع والساحات والميادين والجامعات والقصور والمطاعم والبارات لم يكن له نصيب من كل تلك التماثيل التي نصبت في هذه القاعة إذ إنها جميعا كانت تصور شخصيات مختارة من شجعان جماهيرنا المناضلة عسكريين ومدنيين نساء ورجالا شيوخا وشبابا وحتى أطفالا كلهم غاضبون يقاتلون أعداء الرئيس ويهتفون الله يخل الرئيس الله يطول عمرا لم تكن أجهزة التكيف شغالة في القصر الجمهوري في ذلك اليوم وكان الحر شديدا في القاعة وكان بريمر لا يكف عن تخفيف عن تشفيف عرقه وتهوية وجهه بورقة جدول أعمال الاجتماع لأن بغداد كانت يومها بدون كهرباء ولا ماء وكان واحدنا يدخل حمامات القصر الجمهوري ومعه صندوق ناني مياه معدنية مستوردة لكي يهتسل أو يتشدف لكنني رغم حرارة الجو والملل من حديث الأمان التي كان السفير بريمر يستمتع بالإكثار منها كنت سارحا شارد الفكر والنظرات أتأمل هذه الجموعة المرفوعة على أعالي الأعمد الرقامية أدقق في أشخاصها الذين كان جميعهم يتصايحون ويهددون ويتوعدون هذا بالسيف وذلك بالبندقية وتلك الماجدة بذي العباءتها والأخرى بمنجل زوجها وآخر بمحرات وحتى الرايات والأعلام واللافتات كانت تقاتل هي الأخرى وتعارك العدو القاعة كانت عبارة عن صراخ لا يتوقف حتى تخيلت نفسي في مسيرة جماهيلية صاخبة كتلك التي عودنا عليها زعماء نظالنا القومي عند حفلة إهدام أحد أعداء الوطن المدان بتهمة التجسس لإسرائيل أو الـ CIA أو بخابرات جيبوتي أو الصومال أو عندما يخرج أحد قوادنا الأساوس عن طاعة المجتمع الدولي فتضطر الأمم المتحدة إلى التجني عليه وتتهمه بخرق حقوق مواطنيه في بلاده المحروسة برضى الله ورعايته وحكمة الزعيم في بعض اللحظات كنت أحس بدوخة من عنف هذا الضجيج حتى أن فريمر ضبطني مرة وأنا أدور بناظري في السقف والجدران فابتسم ابتسامة عتب معتقدا بأنني أتعمد الانشغال عنه ولا أريد سماع صوته الهامس الرقيق قلت بيني وبين نفسي طبعا الله يكون بعون الشعب العراقي فمن أول افتتاح الإذاعة والتلفزيون تدق على مسامعه أغاني الحرب والقنابل والمدافع والصواريخ ولا يسمع ولا يشاهد إلا أخبار الحرب وأفلام الرعب والموت في سبيل الوطن وفي سبيل قائده المعد اشتركوا في القناة